نسيت اذا قلت بفكرين دايما ها لو انا عندي اناء كده في ووتر وحطينا في كيلو ملح حيبقى له كونسنتريشن يعني الووتر لما حط فيه سالت حيتحول لسليوشن لو حطيت فيه وان كيلو جرام كولوريت سوديوم حيبقى له كونسنتريشن تركيز لو زودنا الملح حطينا شجر سكر كل ما نزود يبقى كونسنتريشن التركيز بزيد فهو الدرس بيتكلم على السليوشن والكونسنتريشن وتركيزه هالمخفف هالمركز وبعدين ايه علاقة الكلام ده بده احنا كل الدروس بتاعتنا عن الووتر الووتر عن السيز وعن الاوشن وعن الريفر ايه علاقة الكلام ده ما وقالك بص يا سيد السليوشن والكونسنتريشن ونقولك حركة الموفمينت وتوزيع الكائنات الحية جوه الماء تعالوا كده نبدأ مع بعض لسون ايت فبيقولك احنا في اللسون ده هناخد ايه تلات حاجات اكيوس سليوشن محلول ملحي او محلول مائي كولجيتف كولجيتف اسمه ايه كولجيتف جيتف بروباليتي اوف ووتر خصائص الووتر المجمعة والجزء الاخير الديستريبيوشن توزيع الليفنج اورجانيزم انزا اكوتيك في البيئة المائية مش احنا عندنا الاوشن المحيط او السيز البحر في ملح طبعا درجة الملح الكونسنتريشن دي بتختلف التركيز بيختلف من مكان لمكان هل الكونسنتريشن بيأثر على حنتشوف الكلام ده تعالوا ناخد اول موضوع فيهم قبل اللي هو المحليل اه بس فيه جملة في البداية بقولك اه يو مي هاف نوت الزات زا ووتر ان ووتر باديز از نوت بيور بقولك اللي لاحظت ان المية في ووتر باديز المية اللي باديز المية اللي موجودة في اجسامنا ليست مية نقية ولكنها مخلوطة ببعض الايه المواد على فكرة وبعدين يجيقولك ايه ازا كونسنتريشن اف زيس دي سولفد سبستانس افكتد يعني لو عندك كده ووتر اهوت وفيه سوليوشن بسبب ساسبند سبستان مواد مذابة فيه قال لك الكنسنتريشن هنا بيعتمد على ثلاث حاجات خصاص المية ووتر حركة الاتجاه المية وتوزيع الكائنات الحية خليك معايا من حاجة مهمة يعني الجمل دي كده هوق ممكن يجي عليها سؤال ازاي يا مستر تعالي نشوف في اسئلة المعاصر مين يقرالي السؤال يا لارا علي صوتك كده يا لارا سمعاني اه بقولك الجملة مين ديت اللي بتنطبق على وهو مش يقصد هنا الجسم الانسان يعني الكرة الارضية من مين الجملة في دول صح هل المية موجودة بيور فورم ده بصوا اول جملة ليه ها قولوا معايا ها قولوا ها نط بيور نط ايه يبقى الجملة دي ما تنفعش ولا تنفع ما تنفعش انتو فاهمين انا بعلمك دلوقتي عشان اقولك ازاي ما يجي لك سؤال متابقوا انت بتزاكد طيب بقولي طب ارجع كده كمل الجملة احنا قلنا نط بيور اه تمام قلنا دي مش تنفعش بط ايه ووتر ايه ده الجملة هي نفسها يبقى الجملة دي اكيد هي اللي ايه هاقولوا معاي يبقى جملة هي اللي بيه اللي صح طب ايت هاس دينستي هل المية لها كسافة واحدة احنا خدنا الكسافة دينستي لا ملقى كسافة واحدة ايت هاسا دجري اوف الملوحة هل المية كلها درجة ملوحة واحدة لا يبقى ازا لما تيجي تحل السؤال تفكر بس الاجابة بتلاقيها موجودة في الشعوبة الاجابة هي نمبر بي وآدي هنا السؤال فهمناها ولا لسه ما بناش وانت بتذاكر حاول دايما تذاكر الجزء وبص على الاسئلة المعاصر بص على الاسئلة عشان تاخد منها ايه لانك على فكرة تبقى مذاكر كويس بس مش عارف تحل طب تعالوا بقى في عندك لما تقول عندك تلات حاجات لازم تعرفهم ايه عندك في حاجة اسمها سوليوت اسمها ايه سوليوت انتو معايا وحاجة اسمها سولفانت الاتنين دول مع بعض بيعملوا حاجة اسمها سوليوشن انتو معايا سوليوت المادة اللي حندوبها قد تكون شوجر قد تكون ان اي سي ال كولوريد السوديوم السولفانت المادة اللي حيوزف فيها اللي هي مسلا الووتر الاتنين دول لما نخلطهم مع بعض حيدينا السوليوشن فهمنا ايه بقى هو السوليوت انا بقى انا حبيت اقولك اكيوز سوليوشن تلات عناصر سوليوت اه اه اتزددسولفد سوبستانس مادة مزابة انسولفانت مزابة فين في السولفانت ويتش اجزيست ان اسمولر كوانتاتي اه يا ترى مين الاكتر السوليوت يا مصطفى السوليوت ولا السولفانت يكون الاكتر ماروان لا ما هو اسحوا معايا انتوا ما هو انا عايز اما انا انا بشرح لنين بشرح لنفسي يا جماعة انا قلت دوت ايه ده السولفانت بحط جواه سوليوت مين اللي بيكون اكتر السوليوت ولا السولفانت ايو حد يرد لا يعني اه انتوا سمعيني ولا لا السولفانت ايه يا جماعة لا لا حرام عليكم اسألكو سؤال لما بتعملي كباية شاي وحطيت الشاي كده وبتحط سكر مين الاكتر السكر ولا الشاي الشاي يا سلام الله ينور عليك الشاي الشاي ده بقى اللي هو مين السولفانت المزيب والزاي بقول لك السوليوت كمية بتحقق معلقة سكر السولفانت بقى كوباية كوبايتين يبقى السوليوت المادة المزابة المادة اللي حندوبها ايو حاجة حنشوفها بعد كده وبتكون سمولر كوانتة بتتحط فين يا جماعة في السليوت اهل اتزاي من كومبوننت او سليوشن ان ويتش زا ازر سبستان السوليوت دي سولف ان ديت اجزيس ان جريت كوانتت بس خلاص جريت كوانتة وصلت ولا لسه قلنا ما نحط السليوت على السلو على السولفانت يدوني ايو بقى سوليوشن. متجانس. يعني مع سوليوت حتدينا سوليوشن. والسوليوشن ده بيكون هوموجينيس. هوموجينيس يعني بيكون متجانس مع بعض. مختلط مع بعض. اللي مش فاهم يقول لنا مش فاهم. وضحت كم عنصر اخدناهم دلوقتي. تلات. سليوت كمية صغيرة. السوليوشن المجموعة بتاعهم. طيب. بقول لك اه كلمة اكوتك قلناها ميت مرة. البيئة المائية. البيئة المائية. هو البحر في ايه يا جماعة? ردوا علي. فيهم ايه والريفر. فيهم عسل? ولا ميلك لابن? ولا فيهم ايه? ها? اقول لحداشر واحد قدامي حدش عارف يرد فيهم موتر. يا جماعة لو انا باسأل ومحدش رد علي مفيش دعي اشرح. معناها انك فاتح كده واحد تتفرج علي. لو سمحتوا اسأل سؤالك الواحد يبفتح المايك ويرد اي واحد يرد. بنقول الاكوتك انفيرومينت السولفنت يوجوالي ووتر. السوليوت دايما بيكون ايه? البحر بيكون في ايه او الاوشان ها? بيكون في ايه? salt and other substance. ايه الother substance? mineral. يبا في ايه حاجة اسمها ايه? ها? قلنا salt وفي حاجة اسمها mineral. يعني ايه mineral? ايه حد يتكلم? يعني ايه mineral? ولا حد معايا. معقولة مش عارفينها انتو كلكم? mineral المعادل. ماجنيسيوم. بوتاسيوم. لكن الكمية الاكبر بتكون السلط. طيب اه ممكن اسأل زي الوقت انتو سامعيني ولا مش سامعيني? سامعين يا جم. طيب ما بتردوش علي لي يا ماروان لما بسأل. على فكتة ممكن ترد وتقول احنا مش فاهمين. اه قعدها تاني. طيب. في كلمة عندي مهمة اسمها. اسمها ايه الكلمة ديها? يعني ايه كلمة? حد عارف ولا لا? ها? التركيز. ها? انا بقول. التركيز. يعني ايه التركيز? اللي هي amount of solute in assert amount solvent. اه يا حبيب قلبي ما انا لو قلتلك جبتلك كوب بيت شاي اهي? مليانة كده. يبقى كمية السليوت السكر اللي بنحطه هنا. في السولفن. ده التركيز. حطت معلقة لها لو حطت معلقتين الكونسنتريشن يزيد. حطت تلات معاها لقتها. كل ما زود السليوت الكونسنتريشن يحصل ايه? يزيد. قال لك طب بص كده. division of potassium. ده برمنجانات. في حاجة اسمها برمنجانات. ده السليوت. في حاجة اسمها برمنجانات البوتاسيوم مادة. جبنا ووتر حطناها. وسبناها. بعد باي طايم بقى لونها كده. بصوا. دلتت سليوشن. المحلول لونه محمار ده دلتت. دلتت يعني ايه يا جماعة? مخفف. 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 سوف بوتاسيوم برمنجانات. بص محلول برمنجانات البوتاسيوم ده اصبح ايه? ها? دلتت. لو سبناها شوية كمان. يبقى هنا ايه? شفت بقى الكونسنتريشن بقى لونه ايه? لونه ليس وده كده? كونسنتريتت سليوشن. اوف بوتاسيوم برمنجانات. كلمة بوتاسيوم برمنجانات دي مادة مادة اسمها بوتاسيو بيستخدموها في المعامل. يبقى انا عندي نوعين من السليوشن. قد يكون دلتت. وقد يكون كونسنتريتت. لغات كده واضحة والله لسه مش واضحة. ها? والله الشاي. طبعا ايه. تشرب عند حد تقولهم ايه? انا عايز شاي خفيف. يحط لك نص معلقة شاي. اتلاقي الشاي لونه محمر كده وفاتح. واحد بقى يقول لك انا عايز له شاي صعيد يعني ايه بقى? يحط له معلقة اتين شاي. يبقى لونه اسود. ليه? ده الكونسنتريشن. عارفنا يعني ايه كونسنتريشن? تمام. يبقى فيه دلت. انا عمال اقول الكلام يبقى ساعة. طيب. طب بناخد الكلام ده ليه? عايز يقول لي. زا افكت اف كونسنتريشن انووتر دينستي. هل التركيز له تأثير على الووتر دينستي يا مستر ووتر دينستي? اه. ارجع للدرس بتاع الووتر دينستي انه حيربط الدرسين مع بعض. يا ترى لو الحاجة مركزة هل هتأثر على الووتر دينستي? قال لي زا دينستي. اف سليوشن. از داي ريكتل بروبوشن. وخليكوا فاكرين الكلمة دي كويس لو سمحتوا. يعني ايه داي ريكتل بروبوشن? يعني ايه? قلتها لكو قبل كده على فكرة. اه داي ريكتل يعني دي يبقى العنصر التاني زيه دي كريز. يبقى العنصر التاني دي كريز. الدينستي اف سليوشن داي ريكتل بروبوشن يعني ايه? يعني الكونسانتريشن انكريز يبقى الدينستي انكريز. الكونسانتريشن دلت مخفف يبقى الدينستي دي كريز بتقل. حد فهم انا قلت ايه? كلمة داي ريكتل بروبوشن تتناسب طرديا. الحاجة دي تزيد? دي تزيد. دي تقل? دي تفهمت ولا لأ? ها? طيب. لو سمحتوا عشان خطري. اللي مش فهم حاجة اقول لي انا مش فهم. بيقول لي بقى ايه? كل ما يزيد التركيز اللي يجرى. اللي هو السوليوت بس. باختصار كده هو تحفظوا لي عشان خطري. اهي. اكتبها لكم كده هو. الايه? الحتة اللي فقط دي مش فهمها. بص يا سيد. يعني ايه التركيز بزيد. بدل ما تحط معلقة سكر حط معلقتين. بدل معلقة ملحبقة اتنين تلاتة. كل ما تزود التركيز يحصل لها ايه? الكسافة زيد. طيب. الكونسنتريشان لو. لوكونسنتريشان يبقى لو ايه دينستي? راح اسألكو سؤال بقى. عندك مية الاااا يوشان? يعني ايه? المحيط. وريفر. وريفر اللي هو ايه? نهر. الله ينور عليك. مين اللي الكونسنتريشن اكتر? الاوشن ولا الريفر? اللي فيه اوشن. اه. يبقى الدينست بتاعت الاوشن اكتر. ها وصلت ولا لسه? هاير كونسنتريشن كل ما تزيد التركيز كل ما الدينست تنكريز. التركيز يقل الدينست تقل. وصلت المعلومة ولا لسه ما وصلتش. فهو ده بيختصرها هنا في القاتي قدامنا اهي? بيقول لي هنا ايه بقى? بيقول لك اهي. دينستي اف سالتي ووتر. اللي هو في السي والاوشن. ما لا اشوفوا? العلمة دي معناها ايه? اجريتر زان اجريتر زان. دينست اف فريش ووتر. الريفر اند فريش ووتر ليك في البحيرة. الجملة ديت بتلخز الكلام. طب هي اسئلة ممكن تيجي ازا? تعالى نشوف كده سؤال في المو انا بحاول العسلة عشان توصل لك. طب نقرأ كده هو? طب اروح كده وحد يفرحني جاوبلي عليها. يلا. يعني ايه? تركيز المحلول. لا مش بالعربي. تمام. مع التركيز لكن مين في دول? ايه? انا مش هتكلم. نمبر ايه? اه? طب ليه نمبر ايه? زا يعني بقول لك زا دينست اف سليوت ان سيرت اماونت اف سليوشن هو كسافة السليوت ولا اماونت اف سليوت ان اسيرتن اماونت اف سولفانت. ولا سام اف ماسز. يا يا جماعة. ولا زا فوليوم. احنا ما جبناش سيرت الماس دي خالص. ولا جبنا سيرت الفوليوم. ها? هل الدينست بتاعت السليوت? يعني لو حطيت شوجر. الدينست بتاعت الشوجر? لو حطيت سلط. ولا اماونت اف سليوت. ركز معي انت. ما انا بقول لك انا عايزك تفهم يا حبيبي انت. انا هي حرجع تاني. كوباية شاي. حطينا معلقة. الشوجر ده. شوجر. له كسافة? اه له كسافة. لكن ايه علاقة الكسافة دي من هنا? انا بقول دلوقتي ايه التركيز? لو حطيت معلقة غير لما حط تلاتة غير لما حط. يبقى اماونت اف سليوت. سولفانت. يعني كمية السليوت اللي نحط في السولفانت. يبقى الاجابة هي نمبر بين. وصلت ولا ما وصلتش. ماينفعش اقولي الاولى اللي هي دينستي اف سليوت. كسافة اللي حندوبه. كسافة مالهاش علاقة. كمية السكر. معايا والله لسه. ها? ردوا علي. اتفهمت? اتفهمت. طيب ميني حقلي نمبر سلي? بقولي زي عندي شكلة هون. بقولي ايه بقى? كلهم سوديوم كولورايد. كلهم. صلت. اف ايكوال فوليوم اند ديفرنت كونسنتريشن. خلي بالكو. الفوليوم قد بعض. يعني عملنا كده مقدار. مسلا نص كباية. كلهم نص كباية. كل يلا ما هو يعني سؤال هنا اهو. ادي عندك سؤال واتنين هما سؤالين على فكرة دول. نمبر وان. هنا مين فيهم? ايه ولا اكس ولا ده? مين في دول? مين اعلى حاجة يا ابنة هو? ما هو دي الامونت اف سليوشن. الكمية السليوشن بتزيد. يبى التركيز بايه? يبى هو ده. يبى الاجابة هنا. طب هنا which of the represent? the order of solution مين اللي يرتبهم? يعني ايه يرتبهم? من الاقل للاكتر? او من الاكبر للاصغر ها? بي. هنبدأ بايه? بي اه. يعني الاكس. اجريتر زان زد. اجريتر زان واي. مين اللي جاوب بي دول? مين? طب الحمد لله في احد. انتو معايا يا اخواني ولا? انا يا سارة معايا يا سارة? مازن. يا جماعة. مروان. يا سين عماد عليكم بالاسم. انتو جاي? انتو نايمين ولا جاي انت اسمعوا بس. انا انا بحاول مش نقرأ الكلام ما نقول لك اقراف المعاصر ويفتح. انا بحاول اربط لك كل جزئية وازاي السؤال يجي? طب تعال نكمل بقى. عرفنا ادنستي اف صلت ووتر في البحر وفي المحيط سيز اوشان اجريتر زان ريفر. خلاص شكرا. طيب. بقول لك تشينج ان ووتر دنستي. طب يا ميستر هو الدنستي بتاعت المية دي هتأثر في ايه? قال لك اف زا اكويتك انفيرومنت كاللي تو ديفرنت موفمينت اف ووتر. اه بصوا موجات علوة. قول ما يتطلع وما يتنزل قول ما يتنزل. قول ما يتنزل. ايه مين وشمال? اترين حركة الامواج. فيرتكال كارنت علوي. اند زي كاري اورجانيتو ديفرنت ديبس والاعماق ده كله بسبب الووتر دنستي كسفت المية. وكسفت المية بتعتمد على الكنسنتريشان بتاع السليوت. والسليوت اللي عندي ايه? قولوا معايا. انا عندي السليوت هنا ايه? السليوت هنا ايه? شجر? ولا صلت. صلت. صلت يا المالش. فالمالش ده بيختلف من مكان وفي العمق له حاجة. وفي اه عارفين في في الاردن في بحر اسمه البحر الميت? ها? عارفين ولا لا? ايه يا مستر. ليه سموه البحر الميت? ايه. ليه? عشان الملوحة فيها عالية قوي. الملوحة عالية والاسماك تموت فيه. شفت الكنسنتريشان بتعمل ايه? فالكنسنتريش دي بتعمل تأثر على حركة المية رأسيا وافقيا. وسطة المعلومة الحمد لله. طيب. هو جيب لي هنا سؤال اهو. هو من نفسه ايه يعني بقولك زي ما انا بعمل معاك دو اهام. طيب ممكن نقرأها ونحاول نجاوبها. ما انا الدرس انا حمشي حتة حتة وانفص فصه. وانا قلتلكم. وقبل ما انسأ انا بعتلكم نسخة تانية من كتاب المعاصنة بشرح منها دلوقتي. انضف من الاوانيع او اوضح. يعني يفضل اللي بيشتغل يشتغل من دي. او اللي لسه ما طبعش وعايز يطبع يطبع. قولي معاك كتاب يبقى فاتح وانا بشتغل. يلا ها. بقول لك بصوا كميات مختلفة من الن اي سي ان. يعني الملح كتير وملح قليل. دي سولفد ان ايكوال ماسز. اه لا. قال لك بص يا حبيبي. قال لك جبنا كميات من المية. قضي بعض كلهم. ولكن كمية الن اي سي كلمة ماسز الكمية. حطينا هنا خمس معالي وهنا اربعة مختلفة. which of the following solution has higher dynasty. مين ال higher dynasty? اللي حنحط في ايه? ها? اللي حنحط فيه مين اللي حنحط فيه اهو? ماسز سليوت ماسز هنا. اعلى حاجة فين دلوقتي هنا عندي ها رقم كام? يبقى الاجابة نمبر دي. تمام يا زياد. تمام يا زياد. اتفاهمت والله لسه ما اتفاهمتش. عمال لقولك لو سمحتو. اللي مش فاهم حاجة انا بقول واعيد محدش انا اسف المدرسين كلهم بشرحوا بس انا عمال اقول وانا عايز افهم كنتو انا ما يمنيش الكلام ده. طيب بصوا معايا. طب ديت بقى عايزة شوية التركيز برضو هو. دي هو جايب اسئلة لسه هنكمل. بقول لي جايب لي ايو بيو سيو دي. ديفرانت فور ديفرانت سوليوشن. وان تو سي اربع طيب. ارانجد زي السوليوشن فروم زا هايزت كونسنتريشن بقول لي رتبهم من اعلى تركيز لا اقل تركيز بس ركز معايا. هو عامل هنا خطوطة شاف الخط ده? الخط ده. الخط ده. الخط ده فيه كمية. العلامة الحمرى دية الكونسنتريشن. ودي دي كده خطة هو. وقال ده خط. مين اللي الخط بتاعه ده فيه اكبر كمية? دي يا مستر. اه? تبع دي. ليه? ليه? ليه يا مستقل? ليه يا مروان? ركز معايا. امسح انت عملتها كده يا مروان? هقول لك ليه? قول لي ليه? انا ببص انت. لا. اصلي فيه خطة هون. الخط ده انا شايفه ماشي كده. يعني دول كم واحدة تحت تلاتة. وده ادي دول اربعة. انا بقول ان ده نمبر ايه? وبعدين التلاتة يبقى نمبر دي. ثم الاتنين ما هو? انا بتكلم على الكمية اللي اصل الكمية تبقى قد بعض كده. تمام? اهي. موضوع الكمية. التركيز ده معناه التركيز ده. بده الاولى ديت التانية دي التالتة ديت الايه? الربعة. انتوا معايا ولا لا? سمعيني? ايه. خلصنا من اول موضوع اللي قلنا عليه اللي هو الايه? بنيجي للنوع التاني. اللي هو ايه? المجمع الخصائص المجمع. يعني ايه? ركزوا معايا تاني كده هوت. ادي بقى الكولجيتف بروباريتي اوف سليوشن. قل لك سام بروباريتي اوف سليوشن ديفار فروم بروباريتي اوف بيور سولفانت. كلمة بيور سولفانت يعني مية صفية. حاجة صفية بيور. ما خلطناهاش بمادة تانية. فبيقول لك السليوشن بيختلف في الخصائص عن بيور. فورمينج زيم ازا سيم كونديشن. يعني ايه سيم كونديشن? يعني درجة الحرارة واحدة والضغط واحد. ما فيش اختلاف. زيس بروباريتي كولد اسم ايه? كول جيتف بروباريتي. هما اربع خصائص. لوورينج اوف سوليوشن فيبر بريجر. انخفاض الضغط الجوي. انخفاض الايه? ضغط البخار المية. نمبر تان. ايليفاشن. بقول له ايليفاشن بويلنج بويلنج بويلنج. ارتفاع درجة الغليان. وديبريشن. ديبريشن انخفاض. انخفاض اوف فريزنج بوينت. انخفاض نقطة الايه? التجمد. والاوزموتك بريجر الضغط الاسموزي. يعني ايه يا مستر? تعال ندرس الحاجات ديت مع بعض. همتكلم على ايه دلوقتي? فيه اربع حاجات بتأثر عليه. تعال نشوف نمبر ون. خلي بالك من حاجة. بقول لك يعني عندي درجة الحرارة. درجة حرارة بتاعتنا اللي احنا عادين فيها ديا. وجيبنا كده كوباية. وحطينا فيها محلول كده. ايه حاجة. بس دي مفتوحة من فوق. اهي اوبن اوبن. ها? قال لي اوبن كونتيران اه التعاب دي لو سبتها ساعة ساعتين تلاتة حتلاها بتنقص. واحد يقول لي ازاي? انا شايف المية ما نقصدش. انت شايف لكن نقصد. بس سبها يوم ولا يومين. هتلاها بتقل. بسبب ايه يا جماعة? بسبب ايه? قولوا معاين. از ارزلت اوف ايفابوريشن اوف ووتر مولوكيول. بيحدث تبخر. ولو سخنت. حيحدث تبخر. لكن بقول في درجة حلالة عادية. بيحدث تبخر بس انت مش بتحسي مش شايفه. بتوب عبارة عن جزيئات قليلة بتطلع تطلع 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 وانت مش شايفها. اقول تاني. اللي مش فهمها يقول. لو جبنا اناء مفتوح كده اوبن. اللي بجراله ايه? قولوا معاين. مع الطايم اه 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 اوبن هنا دي كريز. اوفر طايم. المية بتقل. بسبب ايه بقى ايفابوريشن اوف ووتر مولوكيول زي ايه سيرفس. بسبب الاعاد. ايفابوريشن بروسس بس يكون اوبن. طيب وبعدين. قلك الفوليوم اوف ووتر از بليز انك لو جبنا حاجة وقفناها. جبنا ايناء بس افناه. ايه اللي هيجرى? هيعمل برضو ايفابوريشن. بصوا البخار بيطلع. بس ما بيطلع هنا بيلاقي الدنيا ايه? يقولوا معايا. مقفولة اوبن ولا كلوز? ردوا اوبن ولا كلوز? كلوز. امال هناك كانت ايه? اوبن. فالبخار خرج برا الهوى. فاللي هنا المية نقصت. اما هنا لقيها. اه بس المنطقة اللي فوق بتكون كولر زين تحت. بتكون ابرد من اللي تحت شوية. الترم تعمل لك كوندنسيشن. هنا بقى ايفابوريشن. يخبط هنا يحصل له كوندنسيشن. ترجع مرة تانية. يقوم البخار يطلع ويتكسف. يبقى الكمية مش هتتأثر. بيسموها تساوي. حاجة بتتبخر. وترجع تتكسف. هل ممكن تنقص? مية طلعت? اتخبطت فوق رح ترجع تاني. تفضل شغالة على طول. بقول لك اينهوة? الهواء ده بيرجع هنا يتكسف. بقول لك بقى ايه? معدل التبخر. يعني عشر جزيئات طلعوا. بخليك معايا زياد. ورجعوا عشر جزيئات مرة تانية. يبقى حصل ايكوال ايكوال. يبقى دي اسمها ايه بقى? دايناميك دايناميك ايكيوليبريم. تفضل شغالة. بخار يطلع ويتكسف يرجع. بخار يطلع والمية تفضل زي معي. انتو معايا? فبيقول لي هنا ايه بقى? اه في فيبر بريجر بقى. اتيزة لكويد فيبر بريجر ابوف ليكويد سيرفس. يعني اللي على سطح المية ده اسمه فيبر بغط الايه? البخار. انكلوزد كونتينر. في في كونتينر مغلق. وينزة and it's paper are in dynamic equilibrium. كلمة equilibrium في حالة التعادل. اللي تكسف اللي ايه? الديناميك بقى equilibrium. it is equilibrium between the evaporation rate of the liquid and condensation. هما كلمتين. حاجة طلعة. تلاقي مقفولة ترجع تتكسف وترجع تاني. طالع نازل. ها. فيه تغير. نعم ما فيش تغير في اللحن. فهمنا? انتم معايا ولا لا? الفيبر بريجر اوف بيور ووتر بقى. خليك معايا. جايب لك حاجتين. ده بيور ووتر. مية نقية. ودوت سليوشن. انتم لاحزين هنا علامات صفرة دي? شايفين صفرة يعني ايه? مسلا ملش. سكر. ايه حاجة. ده بيور ووتر. ودوت سليوشن. السليوشن يعني فيه. ها? من غير ما اشرح. بصوا هنا. فيه ايفابوريشن. كم واحدة دول? وان تو سري فور فايف سيكس سيب. مسلا ايه? ودول كم وان? مين الاكتر? البيور ووتر ولا السليوشن? ها? بيورو. اتباقوا ها? الووتر مولوكيول زباق. اه. شوفوا. المولوكيول افليكوود سيرف كونسيست او. ووتر قديل كلها ووتر مولوكيول. اما ده الووتر مولوكيول ان ده سام سليوشن. ده عبارة عن الازرق ده. ووتر. والاصفر ده السلت. ايه اللي يجري يعني? قل لك موسيا سيد. فورسزات ووتر مولوكيول عايزين يخرجوا بص ما ده من السطح مفتوح كل حاجة من ده المادي عايزة تخرج برا. السليوشن ده عايزة يخرج برا. وعلى هيئة بخار. فبيقول لك هنا بيتأثر بايه بقى? هنا الووتر اتراكشن فورس امانج ووتر مولوكيول. مفيش غير قوة ايه? الاجوزيات بينها بعض. والاتراكشن فورس ناتجة من الهايدروجين باوند واحد قل لي ياه انت اقول لكم فاكين الهايدروجين باوند? لما يبقى عندي ووتر ووتر مولوكيول يتحدو مع بعض هيدروجين باوند. يعني البور ووتر بتعتمد على الهايدروجين باوند وعلى المولوكيول بس. اما هنا بتعتمد على تلات حاجات. برضو نفس الحكاية. الاتراكشن فورس بس امانج ووتر مولوكيول اتش ازر. اتارين المية مع بعض بتعمل اتراكشن. والاتراكشن بتون ايه? نفس الحكاية. والاتراكشن بتون ووتر مولوكيول اند السوليوت مولوكيولز. هنا يا جماعة في بين الووتر بس جزيقاته. هنا بين الووتر وووتر. وبين الووتر والسوليوشن. وهنا و هنا هايدروش باوند. الكلام ده حنمعناه ايه? باختصار عايزه ايه? يوصل لك لايه هاد? قالك بص يا سيدي. الويكرز هنا ايه? الاتراكشن فورز بتوين سولفانت مولوكيول تو ايتش ازر. السولفانت مولوكيول تو ايتش ازر. ويكرزان زا اتراكشن فورز بتوين سولفانت. اند سوليوت مولوكيولز. حد فيهم حاجة? الاتراكشن فورز. بتوين السولفانت الموزيب مولوكيول تو ايتش ما ده كله يا جماعة سولفانت. مفيش هنا مفيش محلول تاني. الكور دي لون واحد ولا مختلف? لون واحد ولا مختلف? لون واحد. يبقى ده ايه? مولوكيولز سولفانت. امال ده لا ده فيه اصفر. لانه هيفصل دلوقتي. اصفر واخضر. يبقى ده السوليوشن. انتو فاهميني? فبيقول لك ويكرزان يعني ده? الووتر ده ويكرزان ايه? ها? السوليوشن. سو الفيبر بريجر اوف بيور سولفانت. الضغط هنا.